السلام عليكم خوتي وأخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار أبلادي في الفقر الثاني لأهم أخبار اليوم جمناكم أخبار مهمة للغاية رح نوركم إعلان من أمريكا تتحدث عن الدول العربية التي تمتلك أخطر الأسلحة في العالم هل الجزائر واحدة منهم؟ وضعوا تشوفوا خوتي بالفيديو أيضا خوتي رح نوركم فيديو لوزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة يعني قبل حتى أن تحدث أزمة هذه الأزمة بداية بالسابعة من أكتوبر على الفلسطينيين الأبرياء تحدث عن هذا الأمر تحدث عن الفلسطينيين وقال أنه يجب على كل العرب أن يتحضروا من أجل الدفاع عن فلسطين وضعوا تشوفوا بالفيديو أيضا في الأخبار خوتي هذا قيادي من حماسة ونهلي هجمت عليهم فرنسا يعني حماسة قتلهم تونها وكنش تحترموا حقوق الإنسان قال هشوف يتيروا حك في المراية لم يحبتيش رجع جماجم الشهداء الجزائريين أبرار الذين ماتوا وهم يدافعون عن وطنهم أيضا في الأخبار يعني الكل يعترف بفوز اليمن بالبحر الأحمر يا سبحان الله الآن أصبح البحر الأحمر ملك لليمن ولا سفينة تدخل إلا وتقوم بأخذ الإذن الآن اضطرت سفن الكيان الصهيوني مثل هذه السفينة بإيقاف عملها وأيضا اضطرت إلى عدم استعمال البحر الأحمر وهذه مش أنا نقولها خاتي هم اعترفوا بها يعني شركة ميرس كلاين هم اللي اعترفوا بلي خلاص من الآن فصاعد هذه الشركة الإسرائيلية باللي مهم شرح يزيدوا يستعملوا البحر الأحمر من جديد وهذا يثبت قوة اليمن دولة أصبحت الآن مرعوبة وأصبح كما قلتكم البحر الأحمر ملكها لكن الأزمة هذه منتهج هنا خاتي يعني نشرت الآن قناة RT الروسية فيديو تتحدث فيه كيف أن إيران الآن زادت قدمة الدعم التحى إلى اليمن وهددت أمريكا وكل دولة تريد نشر قوتها في البحر الأحمر وقالت بلي هذا البحر ملك لنا ولليمن في الأخبار أيضا إسرائيل تفضح دولا عربية حيث أن هذا وزير الخارجية الإسرائيلي أخرج فيديو وفضح دول عربية قال أنها ستساعد إسرائيل من أجل إعادة إعمار غزة دوقت شفوا التفاصيل خوتي بالفيديو كما شفتوا خوتي أخوتيتي هذه برزانوين أخبار اليوم ما نبقى معنا حتى الآخر بيشتعرفوا كامل التفاصيل وقبل ما نبدأ في هذا الفيديو أرجوكم أدعمونا خوتي بالضغط على زي الإعجاب هذا سيدعمنا أن تصدق كل حملات السينية شكرا جزيلا لكم أيضا لا تنسوا أن تشتركوا في القناة هذا أيضا مهم للغاية دعونا نوري لكم فيديو كيف قام قيادي في حركة حماس أسامة حمدان بالتوجه ومهاجمة فرنسا بسبب أولا عدوانها ضد الجزائر بخصوص اليمين المتطرف التحا وثانيا لأنها تهمت حماس بانتهاك حقوق الإنسان فقال هنتين لكي تهضر على حقوق الإنسان علامة رحيش ترجع رفاة الشهداء الجزائريين إلى وطنهم شوفوا قاعد أن يتحدث في ذلك إن على الرئيس الفرنسي الذي يتحدث عن الحرية والحقوق وحقوق الإنسان عليه قبل أن يتحدث في ذلك أن يعيد جماجم الشهداء الجزائريين التي لا تزال دولته تحتفظ بها في متاحف فرنسا أنا لا أصدق أن هناك إنسان في هذا الزمن لازال يحفظ جماجم الشهداء في المتاحف ثم يتحدث عن حقوق الإنسان طمعا خوتي فهو محق وأنا أتفق معه تماما الآن أيضا كنت رح نتطرق لكم لتفاصيل أكثر حول هذا الخبار اللي كنت دي جاء ترنيكم عليه تاميسك ميرسك لاين وهي سفينة إسرائيلية فرنبدن لكم الخبار به لكن خوتي اليمن باش قدرت تنشر القوة التحة والنفوذ التحة لهذه الدرجة ما جوش هكذا بالسهل لأنها قامت بحجز حتى الآن يعني أزيد من ثلاث سفن وأيضا قامت بتضمير اثنين ولا ثلاثة سفن البعض منها الإسرائيلي والآخر ليس إسرائيلي فمثلا يعني عندها لولبارح فقط قامت اليمن بتضمير سفينة نرويجية كانت محملة أظن الغاز والليسوس المحروقات وكانت أديتها إلى إسرائيل هذا السفينة وبعد تحذير اليمن لأي سفينة تتوجه إلى إسرائيل بالتوقف لم تسمع اليمن ومنه اليمن قامت بقصف هذه السفينة يعني ما قامت بقصف هذه السفينة فقط وإنما قامت بقصف سفن أخرى أيضا الآن هذه السفينة تعرضت إلى القصف إلى أنه لم يتم تضميرها ولا حدزها ولكن ما وصلتش إلى نقطتها وعودت رجعت أدراجها فهذا البيان صادر من شركة هذه أخوتي ميرسك لاين اللي تنقل الحاويات وهذه السفينة الإسرائيلية شوفوش قالت في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس الهجوم على سفينة حاويات اليوم أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مذيق باب المندب بإيقاف رحلاتها حتى إشعار آخر يعني الآن بسبب اليمن توقفت كل رحلات ميرسك لاين وكانت شركة ميرسك ذكرت يوم الخميس أن سفينتها ميرسك جبل طارق استهدفت بساروخ في أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمانة إلى جدبي السعودية وردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة لكن الآن يعني إيران شافت بلي اليمن را يدير بزيف كم يعلم باكم خابتي وهذا نطاقها أصلا السنوار نطاقها بروحها قصدي وقالهم بلي أكثر الدولة الآن را يدعمتنا من السلاح وكل شيء للمقاومة هي إيران الكثير هنا من المدينيين زيما يكونوا مدينيين بزيف ولكن ليسوا المدينيين أحقيا يكرهون إيران بسبب توجهي مديني يقول لك آه هذوك شعة آه هذوك حوثي آه هذوك فلان كذا وكذا ولا نشوف خابتي الآن بعيننا أن التوجهات الدينية وحتى الدين في حد ذاته ما هوش يعطي مثال على الشعب نفس هذوك الديانة طبق نعطيكم مثال بلا متقلقوا خابتي راحوا مثلا إلى العرب واللي هم مسلمين ياخي النرممو العرب مسلمين الإمارات مسلمين السعودية مسلمين وكل هذو مسلمين شوفوا المواقف تحوك فيه كان لأن الكاني الصهيوني الآن فضحهم وهذا خابتي هو بني جانس وقالبا لدول عربية معتدلة أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار غزة المقصود من فلدت به وسائل إعنام أمريكية وإسرائيلية إعادة إعمار غزة يعني أولا القضاء على كل المقاومة وثانيا والكثير من الناس مش عارفينها طرد كل الفلسطينيين اللي في غزة هناك قال لك السعودية والإمارات تعهدتها لإسرائيل بإعادة إعمار غزة عقب القضاء على حماس شوفوا خاتش يقول هذا الوزير الصهيوني حول هذا الموضوع في هذا السياق اليوم الإعمار بالتعاون مع دول عربية معتدلة أبدت استعدادا لمشاركة في هذا الجهد ولكن أيضا يجب تحريكه يجب تحريكه المسارات التطبيعية وربطها بالواقع المتغير في غزة بالمدى البعيد وفي هذا السياق اليوم التقيت جيك ساليفان مستشار الأمني الأمريكي مستشار الأمني القومي الأمريكي وقد قال أن الولايات المتحدة مستعدة ومعنية بدعم هذا المسار الذي أشرت إليه بل وستثماره فيه تمشاركم أخوتي في هذا الموضوع يعني رقم شفتوا الآن رقم فهمتوا وجهة نظري بخصوص توجهات الدينية شفنا يعني حتى الكفار ورهم يدعموا في الفلسطينيين بالإحتجاجات الضخمة فنهالي نشوفوا يعني حتى إذا كان من نفس الدينة تاع يعني شيعي وسني واش رانا يفيزوش مسلمين لا يجبوا كرههم بسبب هذا العمر الحاجة الأخرى اللي تخلي يعني منكرهوش الإيرانيين هو ليس كلامهم فقط وإنما حتى أفعالهم فمؤخرا بدأت الطهران تنشر قواتها في البحر الأحمر وزدت هدت أمريكا من الفوق هذا نشراته ولهذا الخبر نشراته قناة RT الروسية وشوفوش قالت فيه أعن دولية على خلفية احتجاز واستهداف القوات اليمنية سفنا إسرائيلية تنوي واشنطن إنشاء قوة دولية لحماية الملاحة البحرية بينما ترفض طهران حضور أي قوة أجنبية زعما أمريكا الآن رايح حابة تنشر قواتها الآن في البحر الأحمر لماذا؟ لأنه ماماها إسرائيل السفن التحرم يتعرضوا إلى القصفة وزعما أمريكا هكذا فجأت حابة تولي البطل هذيك سوبرمان وجهة زعما تسلك البحر الأحمر يبقى أن قوصان رايح حابة تدير قوات التحرم بيشتولي هي اللي يمسيطر على البحر الأحمر وهي اللي يستأذنوا منها الدول العبور من البحر الأحمر هذا الأمر مع جبش اليمن لكن أيضا مع جبش إيران إيران حذرت أمريكا من القيام بهذا الأمر بحرية بينما ترفض طهران حضور أي قوة أجنبية في مناطقها الحيوية وتحذر الولايات المتحدة من تبعات وجود القوات الدولية في مياهها الأقليمية المنطقة لا تتحمل وجود قوات إضافية وصراعات جديدة أمريكا لن تنفذ هذه الخطوة وإذا فعلت ذلك فستواجه مشكلات كثيرة توجد دول عديدة في البحر الأحمر لكن هذه المنطقة منطقتنا ولا يمكن لأحد المنورة فيها كما سمعت أخوتي البحر الأحمر هذه ما هيش فيها اليمن فقط ولا السعودية فيها الكثير من الدول التي قد لا ترغب بحضور أمريكا وإذا حضرت أمريكا يعني مش غير الطهران وحدها اللي رح تتحرك يعني رح تتحرك الكثير من الدول فمصالح الكثير من الدول رح تتعرض للخطر عندك ما صر عندك حتى لا خراصي نتع الصومين ومش حيعجبهم الأمر فانتم يا خوتي وشاكم في هذا الموضوع عائل قبرونا لكم في التعليقات بالحديث عن أمريكا أروح وشوف واحد الخبر مهم للغاية يا خوتي قال لك إعلان أمريكي يقول أن هذه هي الدول العربية التي تمتلك أقوى سلاح في العالم زع ما شكوا خوتي وهذا الجزائر واحدة منهم يلا الله خلونا نروح استعرض الجيش الجزائري لأول مرة سلاحه الهجومي الحديث الذي اقتناه مؤخرا من روسيا وهو نظام اسكندر A لستوريخ التكتيكية الآن خوتي هذا كان سنة 2020 ولكن ما زال إلى الآن الصحف الأمريكية مثل ميليتري وواتش تنشر المقالات عن هذا السيروخ الجزائري وتقول أن اسكندر يعتبر أقوى سيروخ باليستي تكتيكي في العالم ولم تصدره روسيا تصدره لروسيا إلا للجزائر وأرمينيا ما يجعل هذا السيروخ مرعب خوتي هو أن روسيا تقوم بتحميله برؤوس نووية يعني عنده قدرات نووية مرعبة الجزائر ليست بلد نووي ولا تستخدم الأسلحة النووية إذن فهي لا تستخدمه لأغراض نووية لكن هذا السيروخ خوتي عنده مدى يصل إلى 500 كيلومتر يعني المدى التعوى بعيد جدا ويقيمه العسكريون في مختلف البلدان عالية السرعة الفائق والدقة العالية وقدرته على المناورة ومسار تحليقه الذي من الصعب التنبؤ به واستحالة اعتراضه يعني استحالة القبة الحديدية هنا خوتي ما عندها مدى مع هذا السيروخ ليس هذا وحسب بل الجزائر أيضا تمتلك أحد أقوى أنظمة الدفاع وهي الاس 400 لساوريخ المضادة للجو والدبابات التي 90 أنتم أخوتي أشاكم في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات أخينا كما قلت لكم جيت نشيء نوريكم النظرة يعني التنبؤية لوزير يعني الخارجية السابق رمطان العمامرة اللي هو الآن أصبح المبعوث الأممي من أجل حل الأزمة في السودان وحتى الآن يعني وزير الخارجية السابق رمطان العمامرة يقوم بعمل جبار حيث يبدو أن السودان الآن بدأت تنفرج فيها الأمور وبدأت تصلح حيث تم عقد أول لقاء بين أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب الأهلية شوفوا خوتي وش قال رمطان العمامرة القمة إن شاء الله وهناك تحديات أخرى القمة إن شاء الله ستكرس وحدة الأمم العربية دعماً لفلسطين وستهي الأمم العربية لمواجهة التحديات الوجودية التي ستتأتي غداً وبعد غداً بعد انتهاء الكورونا أزمة الكورونا والحرب الروسية الأوكرينية فالأمم العربية يجب أن تستعد لأداء دورها كاملاً في عالم الغد للأسف الشديد الدول العربية ما سمعتش للرمطان العمامرة الآن خوتي رمطان العمامرة كان يقول هذا الحديث لأن الجزائر كانت هي رئيسة القمة العربية يعني الجزائر هي اللي كانت ترؤس القمة العربية كما سمعته هنا خوتي يعني رمطان العمامرة كان يحذر الدول العربية من التحديات التي تجواجهه وبدأ خطابه بالدفاع عن فلسطين وهناك تحديات أخرى القمة إن شاء الله ستكرس وحدة الأمة العربية دعماً لفلسطين وستهيي الأمة العربية لمواجهة التحديات الوجودية التي ستأتي غداً أو بعد غداً للأسف لكن للأسف الشديدة القمة العربية لم تقم بالدفاع عن فلسطين كمنا نشونا دارت مجرد يعني شغل أضعف الإيمان تعقاه إسرائيل باركاي هذا ما كان خوتي هذا ما شفنا من القمة العربية الجزائر حاولت أعطاً اقتراحات جيدة لم تسمحها ولا دولة أنتم خوتي وش رأيكم في هذا الموضوع فكما رغم تشوفرنا وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم أعكم عارفين شديد خوتي الضغطون على زر الإعجاب اشتركوا في هذه القناة وفعلوا الجرس كل هذه الأمور رح تدعمنا نتصدق إلى كل حملات السينيانة أشكركم جزيلا شكراً على المشاهدة خوتي وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضع إلى اللقاء